لو بتدور على كورسات ICDL بشهادة وكمان مجانا يبقى الفيديو ده ليك اهلا بيك انا احمد السيسي مؤسس نادي الكراءة العملية وفي الفيديو ده هقولك على كورس ICDL مجانا تقدر تاخده من بيتك من غير ما تدفع ولا مليم قبل ما نكمل الفيديو تأكد ان انت اشتركت في القناة وفعلت الجرس عشان يجي لك كل الفيديوهات اللي بنزلها في موضوع التعلم الذاتي والكورسات الاونلاين نخش بقى في موضوع الفيديو النهاردة وهو كورس ICDL اه الكورسات اللي كل الناس او كل الشباب تقريبا بتبحث عنها وبتنزل تدفع فيها فلوس عشان تاخدها لانها مطلوبة في اغلب الاماكن اللي فيها شغل وعشان كده قررت ان يكون الفيديو ده اه ترشيح لكورس ICDL قوي جدا ومحترم جدا من موقع دراك وتقدر تسجل فيه بكل سهولة ومجانا تماما وبعد ما تخلص الكورس ليك شهادة كمان اتكلمنا الفيديو اللي فات عن موقع ادراك وايه اهميته وازاي نسجل فيه ومشينا معاكو خطوة بخطوة وازاي نوصل لمحتوى الكورس وهكذا تقدر تشوف الفيديو اللي فات هسيب لك اه الوصف اللينك في الوصف بتاع الفيديو ان شاء الله وخلينا النهاردة نعمل معاك الخطوة تسجيل الدخول من الاول عشان اه يكون التطبيق عملي ان شاء الله هندخل على موقع ادراك اول حاجة بعد كده هنقول تسجيل دخول بالفيسبوك او بالاميل بتاعك اللي انت مسجله ما فيش مشكلة كده خلاص فتح عندي هو زي ما انت شايف الاكاونت بتاعي وده الكورس الاخر حاجة انا قفت فيها في الكورس اللي انا كنت حاجزه اه طيب فين بقى الكورس بتاع هنرجع بقى تاني للصفحة الرئيسية في ادراك تمام انا مامش معاك من الاول خطوة خطوة خالص عشان يبقى الموضوع سهل عليك وهنعمل وهنكتف في البحث كلمة وندوس بحث هيحمل معنا ويجيب لنا الكورس اللي بندور عليه وعلى اساسه هنبدأ نسجل في الكورس وناخده مجانا بدون ما ندفع اي فلوس هو ده الكورس اللي انا بكلمك عليه الرخصة الدولية لقيادة الحسوب وزي ما قلنا ان هو كورس دائم يعني تقدر تاخده في اي وقت مالهوش وقت معين خالص آآ طيب قبل ما ندوس تسجيل الآن عايزين نعرف المحتوى اللي في الكورس عبارة عن ايه عشان نشوف هو مفيد لنا ولا لأ هنيجي هنا في كلمة المساقات بيقول لك ان في اساسيات الحسوب هو كزا كورس في بعض لان طبعا الاي س دي ال هو اكتر من كورس جوه بعد او اكتر من برنامج انت بتحتاج تستخدمهم فهو مجمع لك تخصص كامل في الاي س دي ال اكتر من كورس تقدر تحجز فيه على طول هنا اساسيات الحسوب ده اول كورس بعد كده اساسيات الانترنت والمرسلات ده الكورس التاني بعد كده البرنامج الورد بعد كده الاكسل الاربع برامج تقريبا اللي كل واحد بيحتاجها وطبعا هنا تقرى برضو هتتعلم ايه في التخصص ده وايه الحاجات اللي انت هتاخدها هتستفيد بيها بعد كده مخطط المنهج الدراسي وهنا الفريق الفريق التخصص او الدكتورة اللي هتشرح لك الكورس آآ دكتورة هيبقى ابو ادوان آآ وهنا دي الجهة اللي بتقدم الكورس وبرعاية ادراك طيب كده انا شايف ان الكورس محتوى كويس جدا ومفيد جدا ومجاني هدوس سجل الان بمجرد ما هدوس عليها خلاص كده يبقى الكورس اصبح في حسابي زي هيجي لك الرسالة دي طبعا عشان تبدأ بقى تدوس تصفح التخصص لان فيه ناس بتيجي عندي هنا وتقفوا بتقول انا ملاقيتش المحتوى هتدوس على كلمة تصفح التخصص دي وتبدأ كده تخش على محتوى الكورسات واحدة واحدة لان الناس بتبقى فاكرة ان آآ بيجي لها شاشة مفهاش المحتوى فبتقول انا ملاقيتش محتوى الكورس وهكزا واكتر من حد تكلمني في المشكلة دي فاحنا ازاي نوصل بقى المحتوى الكورس ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي معاكم دلوقتي هنا اهو زي ما اربع كورسات على الجنب وقدامك هنا اهو دي مقدمة عادية اسم الدورة والحاجات اللي هتاخدها فيها وهكذا عادي ممكن تعمل لها على طول وتخش على اساسيات الحسوب اللي هو كان اول كورس طبعا هو ايه لكن ان ان انت مسجل فيه لانت سجلت في التخصص بشكل كامل هتدوس على تصفح المساق وما زي ما قلنا اربع كورسات في بعض مش كورس واحد لما تيجي هنا على اول اول مساق او اول كورس هنا هتلاقي معلومات المساق هتلاقي بقى على الجنب محتويات المساق ده اللي يهمك لان هو ده اللي بيبقى فيه المحتوى نفسه هتدوس على محتويات المساق وتبدأ كده واحدة واحدة ادي هنا الكورس بقى قدامك ها هو اول كورس تبدأ واحدة واحدة كده تتعلم وتخلص الكورس الاول تخش على الكورس التاني لحد ما تخلص الاربع كورسات اللي في التخصص ده بعد كده في كل كورس فيهم بيطلع لك شهادة لوحدها وفي الاخر هتاخد شهادة للتخصص كامل. شهادة مهمة جدا وهتفيدك. تقدر بعدها تقدم فيها في اي اي مكان تشتغل فيه. ولو على الاقل خلينا اضعف الايمان لو لو في منظمات حكومية بعضها بيطلب شهادة معتمدة من مكان معين. آآ يكفي ان الكورس ده هيعلمك الاساسيات وتقدر تروح على الامتحانة على طول من غير ما تدفع الفلوس كلها. فدي برضو حاجة مفيدة جدا رغم ان احنا دايما بنقول اهتم بالمحتوى. وما تهتمش بالشهادة لان الشهادة مش يعني لو انت معاك مليون شهادة بس ما تعلمتش ومتعرفش تطبق الحاجات دي الشهادات دي مش هتفيدك وهتبقى حجة عليك. فاهتم جدا جدا انك تتعلم الاول وخليك انت الشهادة لنفسك. تمام? ده كده كان مجاني مرشح من منصة ادراك. انا شايف ان الكورس ده اساسي لاي حد بيسأل عن ايه الكورسات اللي انا ابدأ بيها. تقدر تبدأ بالكورس ده وتجربه. وتقدر تتصفح آآ موقع ادراك زي ما اتكلمنا عنه موقع مفيد جدا جدا ومهم جدا وفيه كورسات ومحتوى حلو جدا وحاجة تشرف للعربي يعني نفخر ان هو آآ ان هو آآ موقع عربي. فاتمنى ان انت من دلوقتي تبدأ تخش على موقع ادراك لو الانجليزي بتاعك مش كويس. بقى هنا ادي كورس وهتلاقي كمان كورسات حلوة جدا ليك ايا كانت خصوصك. وتبدأ تعلم نفسك بنفسك من بيتك عشان ما يكونش ليك اي حجة. تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتشارك الفيديو مع اصحابك. وتنتظرونا في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. السلام عليكم.